يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سائل يسأل فيقول ما هي الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ما تتابع الليل والنهار وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وعنّا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائمين كثيرة كثيرة ينبغي المسلم أن يعرفها فيجتنبها من هذه الأخطاء عدم التفقه في أحكام الصيام بعض الناس لا يعرف المفطرات ولا يعرف أن الكلام في الزور والنغيبة والنميمة أنها في الحقيقة محرمة فهو لا يتفقه في الصيام فينبغي المسلم أن يتفقه في الصيام ويسأل أهل العلم أو يحضر حلقات أهل العلم أو يستمع للبرامج التي تتكلم عن الصيام من العلماء وطلاب العلم المخلصين الصادقين ومن الأخطاء عدم الاستحياء من الله حق الحياة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحيوا من الله حق الحياة قالوا نحن نستحي والحمد لله فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستحياء من الله حق الحياة أن يحفظ الراس وما وعاء يعني ما وعاء ما حوى كالعينين وكاللسان وكالسمع يحفظ سمعه ويحفظ بصره ويحفظ لسانه لا يقع في شيء مما حرم الله عز وجل ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض الصائم عسراث يسرف في الطعام والشراب وغير ذلك ولهذا قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام منه قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة رواه البخاري فالإسراف مذموم والتبذير في الأطعمة وغير ذلك مذموم كذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين فالمبذرين من إخوان الشياطين والمسرفون كذلك هم لا يحبهم الله تعالى كما بيّن الله تعالى ذلك وبينه النبي عليه الصلاة والسلام الاعتداء في الدعاء يعتدي الإنسان في الدعاء في رمضان كان يفصل سواء كان في دعاء القنوط أو في غيره وهو الصلاة قد يأتي الإنسان بدعاء في القنوط وتبطل الصلاة ولا يدري فيسأل الله تعالى بجوامع الكلم ولا يفصل فإذا قال اللهم إني أسألك القصر الأبيض عنه من الجنة وأسألك أن الجنة ونعيمها وبساتينها وثمارها وقصورها وأنهارها هذا من الاعتداف الدعاء يسأل الله الجنة ويعوذ به من النار وإذا فاز بالجنة وأعاده الله من النار فقد فاز كما بيّن الله تبارك وتعالى تكليف الأهل بصنع الطعام وكثرة الطعام بعض الناس يكلف على زوجته وعلى أهل بيته تشتغل من الفجر من الظهر إلى العصر ويتشتغل في تحذير الإفطار ثم بعد ذلك من صلاة المغرب إلى نصف الليل تشتغل في التنظيف والعمل في التنظيف شغلها عن طاعة الله شغلها عن التراويح شغلها عن القيام شغلها عن قراءة القرآن الحمد لله رمضان كغيره من الشهور في الطعام والشراب ولو زاد الإنسان في بعض الأحيان لكن لا يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى النوم وقت السحر فتفوت صلاة الفجر هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس النوم أكثر ساعات النهار أكثر ساعات النهار نايم لا قراءة قرآن لا ذكر لا تسبيح يسهر في الليل وينام في النار هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس تضيع الأوقات ما بين نوم وما بين قيل وقال بعضهم يسجل جدول السهرة الليلة عند من؟ عند آل فلان وهكذا فالليل سهر والنهار نوم هذا من الأمور التي ينبغي المسلم بل يجب عليه أن يبتع ذنها كذلك إهمال قراءة القرآن والإنشغال عنه لا لا يهم القراءة القرآن أنزل في رمضان فعليه أن يُعنى بالقرآن عناية فائقة في رمضان وفي غير رمضان لكن في رمضان له ميزة لأن الله أزله تعالى في شهر رمضان حين بغي له على أقل الأحوال أقل الأحوال يختم القرآن مرة من لم يختم القرآن مرة واحدة في رمضان فقد قصر تقصيرا ظاهرا لا أقول بأنه وقع في شيء حرمه الله عليه لكن فاته خير كثير وأجر عظيم وثواب كبير فعليه أن يُعنى بقراءة القرآن منهم من يختم أكثر من ذلك وهذا أفضل فالمسلم عليه أن يُعنى بقراءة القرآن في رمضان وفي غيره ترك الدعاء ثناء الصوم عند الإفطار كثير من الناس ما يأكل حتى ما يقول بسم الله يأكل بدون بسم الله نسأل الله العافية وبعضهم يبدأ بشماله يأكل لا حليه أن يلتزم بالأداب وعليه أن يدعو حتى لا يفوته الخير للصائم دعوة عند فطره لا ترد وله دعوة أثناء صيامه لا ترد لا يحرم نفسه الخير الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام ترك صلاة المغرب في المسجد والإنشغال بالإفطار بعضهم يبقى يأكل ويشرب وتفوت الصلاة الجماعة مع المسلمين وإنما همه بطنه يأكل ويشرب الحمد لله يأكل ويشرب لكن لا تفوت الصلاة بعض الناس خاصة إذا كان عليه سمات الخير يكون إماماً للجماعة الثانية في المساجد الناس يرون من يصلي؟ من يصلي؟ المتأخرين يقدمونه ومتأخر ما شاء الله لا يأكل تمرات أو رطبات أو يحسو حسواتاً مما ثم يصلي مع جماعة المسلمين ثم يرجع ويأكل ما كتب الله تعالى له ترك صلاة الترويح فإنه إذا ترك هفاته الخير الكثير النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيماناً واحتجاباً وفر له ما تقدم من ذنبه الأكل والشرب أثناء أذان مؤذن الفجر إذا سمع الإسان أذان الفجر الله أكبر المؤذن الثقة فإنه في هذه الحالة يمسك عن الطعام والشراب أما إذا كان في الصحراء أو علم بأن المؤذن تقدم أذن في غير وقت الصلاة فيأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر التفريط في الجمع بين الجهاد بالليل وصلاة الترويح يعني الجهاد بالنهار محافظة على قراءات القرآن والأذكار وصلاة الترويح وغير ذلك ولا ينقر صلاة الترويح كثير من الناس ينقرون صلاة الترويح نقرا ويسألون عن الإمام الذي يقرأ يصلي الترويح وقد بلغني أن بعض الناس كانوا يصلي صلاة الترويح في أقل من ربع ساعة والعياذ بالله تعالى هذا نقر نسأل الله العافية وهناك أخطاء نسأل الله التوفيق لما يحبه يرضاه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ترجمة نانسي قنقر